اشتركوا في القناة لأن هذه متضمنة ترى إهانة للسابق ومتضمنة أيضا مش إهانة قضية إهانة إن شاء الله ما فيها لكنها متضمنة لانتقاص للسابق ومتضمنة لتعظيم لهذا المعاصر وتقديم له على السابق وهذا ينافي صريح العقل قبل الدين فهمتوا عليه وأما في الدين فالأولى أن تقلد من هو أعلم وأورع ولا شك إن علماء اليوم هم عاشوا على فتاة السابقين واضح ولا لا ودعونا من الهراء والخزعبلات التي يرددها بعض الجاهلة لعل المتأخر المعاصر علم ما لم يعلمه السابق يعني جاءه العلم هكذا عن طريق المدافع الهاون طلع فوق ونزلينه إيه شاء الكلام الرغي هذا هذا هراء ترى والله كلام جهل صريح لأن الواقع إن كثير من الكتب كانت أيامهم ولم تصلنا يعني هذا موجود هذا قد يقل لا العالم المتقدم فاتته بعض الكتب أي كيف يعني إلى الآن مطابع طبعته زمان أيامهم ما فيه ما كان هناك يعني فاتهم شيء وصلنا أنا أقول هذا ما في مانع أن يحصل واضح لا لحنا لا نقول إن العلماء قديما هم كالشمس طرعوا على كل شيء ولا علموا الغيب ولا قرأوا اللوحة المحفوظ يفوتهم فاتهم أشياء لكن أيضا حتى المعاصرين يفوتهم أشياء واضح يعني هذا لا يكون مرجح أصلا للمعاصر على المتقدم هذا ليس بمرجح ولا بذليل وهذا سخف من القول لأنه لو أردنا أن نقارن أنا أقطع بأن ما أدركه المتقدمون يعني ما فاتنا أكثر من ما فاتهم إذا كان هناك أشياء فاتتهم ثم نحن أدركناها بالمطابع كما يقال فأيضا عندنا نحن في هذا اليوم كتب كثيرة فقدت لم تصلنا الآن نتكلمها ونقولك حرب مسائل حرب فينها أين هي تعرفون أنها مفقودة ولا لا ترجمة نانسي قنقر